موسيقى الجيس النمساوي يبدأ مهمته بالانقاذ بعد زلزال تركيا والسوريا المستشار يحذر اوروبا بالفيتو حال عدم اقرار تدابير ترحيل اللاجئين امريكا تشيد بدور النمسا الايجابي غرب البلقان واوكرانيا ما بين جريمة وانتحار اربعة قتل بينهم اطفال في النمسا انهيار صخري مدمر يودي بحياة عاملين ويوقع اضرارا بالغة وفيينات تعلن نهاية ارتداء الكمامة في المواصلات العامة والمشافي نهاية الشهر وعزي اهالي ضحايا الزلزال المدمر وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحة اهلا بكم في نشرتنا الاخبارية لهذا اليوم على شاشة النمسا ميديا انطلقت وحدة الاغاثة بالجيش النمساوي صباح امس الثلاثاء الى منطقة الزلزال التركي السوري للمساعدة في البحث عن ناجين واكد النقيب تاشفر انتقلنا من فيينا الى مطار اضنى وتم نقل سيارة اسعاف وسيتم نقل المزيد من المواد غدا الخميس واقام الجيش معسكرا له بالخيام حتى لا تضطر القوات النمساوية الى الدخول للمباني التي لا تزال تهدد الحياة بشدة وقالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر نقف الى جانب شعب تركيا والسوريا في هذه الاوقات العصيبة والمساعدة مسألة طبيعية للنمسا وقواتنا المسلحة دعا نيهامر اوروبا في قمتها المقبلة دعا لاتخاذ قرارات ملموسة بشأن الهجرة والالتزام الواضح بتعزيز حماية الحدود واستخدام ميزانية الاتحاد لهذا الغرض وقال نيهامر انه لي وافق على الاعلان الختامي المشترك لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ما لم يتضمن قرارات فاعلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية مضيفا العبارات الفارغة لن تكفي نظام اللجوء مكسور وذكر ان النمسا وسبع دول اوروبية بعثت برسالة تتضمن الدعوة الى اتخاذ تدابير الترحيل الاسرع وتفعيل اتفاقيات الاعادة الى الوطن مع دول ثالثة اشهد وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين بدور النمسا الايجابي في غرب البلقان مؤكدا اهمية منطقة الامن والتعاون في اوروبا كمنتدى للحوار وذكرت الخارجية الامريكية في بيان بعد لقاء مع نظره شالنبيرغ بحث استمرار التعاون في مساعدة اوكرانيا ومحاسبة روسيا واكد شالنبيرغ ان بلاده تقدم اقوى مستوى من المساعدات الانسانية على الاطلاق في الوقت الراهن على الرغم من حياد بلاده واشهد بلينكين بدور النمسا الرائد في منظمة الامن والتعاون في اوروبا اطلق رجل النار على شخص اخر في الحي الحادي عشر مما ادى الى مقتله وبعد ذلك اقدم على الانتحار وذلك اثرى مشادة كلامية بينهما واكدت الشرطة انه كان هناك خلاف بين الرجلين في احد المطاعم وانتقل النزاع الى الخارج حيث تم اطلاق الرصاص وحتى الان لا يوجد دليل على اسباب الواقعة وتبين ان الضحية هو لاعب كرة قدم سابق يدعى فولكن كهرمان وفي موضوع اخر تم العثور على جثتي فتاتين في شقة في النمسا السفلة وبدأت الدائرة الجنائية التحقيق ولم تقدم الشرطة اية معلومات اضافية قتل سائقي حفارات اثنين نتيجة سقوط صخرة كبيرة بحجم منزل صباح اليوم في النمسا العليا وبحسب ما ذكرت صحيفة كرونا اثناء تأمين سفح صخري ارتخت الارض من تحت قطعة ضخمة من الصخور وسقطت الى اسفل ودفن سائقاء الحفارات تحت الانقاض وقد حاول الجيولوجيون في الموقع تقييم الضرر لمعرفة ما اذا كان هناك اي خطر اخر وقد تضررت بعض المنازل بفعل الانهيار الهائل اعلن عمدة فيينا ميخايل لودفيك انتهاء متطلبات الكمامة في وسائل النقل العام والمستشفيات والصيدليات نهاية فبراير الجهري وبحسب صحيفة كرونا قال العمدة بعد الاستشارة تبين ان متطلبات اختبار بي سي ار لزوار المستشفيات ودور رعاية المسنين لم تعد ضرورية وسيتم رفع حد الزائرين الى ثلاثة اشخاص يوميا وشدد لودفيك على ان ارتداء الكمامة السابقا ساعد على حماية الفئات الضعيفة خاصة من الانفلونزا والفيروسات المعادية الاخرى هذا وننوه ان انفوغرات بالتعاون مع رابطة المرأة العربية النمساوية اطلقت حملة للتبرعات للسوريين بعد الزلزال المدمر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا بتعليقاتكم كنت معكم الا هيفا امسيا سعيدة الى اللقاء اشتركوا في القناة